الحمد لله السلام عليكم أخت تقول أن عندها مشكل مع الحيوان البعوض يعني هذا يتشكون أنه جميع الناس عديد من ناس تشتكين من هذا المشكل أن البعوض يعني يشرب دمهم يسرق دمهم هذا الحيوان الصغير وأخطر حيوان يقول أنه هو الحيوان الذي ينقل الأمراض من أخطر الحيوان الذي ينقل الأمراض فكيف تحمل نفسك من الحيوانات الضارة ما هو الذكر الذي يحميك من الحيوانات الضارة هذا الذكر يحميك من الشياطين ومن كل شيء شر كل شيء كل مخلوق هو شر يعني الشيطان جن كافر إنس إذا أراد أن يؤديك أو حيوانات وخصوصا حيوانات ويوجد حديث نبوي يعني الحيوانات الضارة يحميك من الحيوانات ما هو العدد أقول لك العدد النبوي عليه الصلاة والسلام عدد الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وراء صلاة الايشاء مثلا وثلاث مرات في الصباح ولكن أقول لك دارة تجتهد تقول أكثر لا بأس لا بأس وأقول لك العدد الذي أنا أقوله يعني لهذا المشكل تقوله وراء كل صلاة ستحمى بإذن الله سبع مرات سبع مرات تقوله وراء كل الصلاة أعود بكلمات الله التامات من شهر ما خلق سبع مرات إذا لم تستطع وراء كل الصلاة قوله أو قله سبع مرات في الصباح وسبع مرات في المساء ولكن ببطء يا إخوتي لما تقوله يجب أن تقوله وأن تتحس به أعود بكلمات الله التامات من شهر ما خلق بهذه الطريق ليس بالسرعة بهذه الطريقة تقوله سبع مرات في الصباح سبعة مرات وراء ريشة إذا اجتهت سبعة مرات وراء كل وصلت كذلك يحميك من الشر الشر من الحيوانات الضارة مثلا الحيوانات الضارة يحميك من جميع الحيوانات الضارة بإذن الله هذا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة